أعلنت وزارة الصحة والسكان تحسن وخروج 19 مصاباً من مصابي حدث تصادم القطار بمحافظة المينيا وذلك بعد تلقيهم العلاج كما أعلنت الوزارة استمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بمستشفى المينيا العام ونقل حالة وفاة من موقع الحدث لمستشفى المينيا العام نحن نحب نطمن المواطنين فيما يتعلق بحادث قطار المينيا الحمد لله كل المرضى وكل المصابين خرجوا بسلامة من المستشفى باستثناء مصاب وحيد المصاب دوت كان عنده خلع في الكتف وتم إجراء العملية بتاعته هو موجود حالياً تحت الملاحظة إن شاء الله خلال 24 ساعة يكون خرج من المستشفى يبقى متبقي معنا بعد كده المتوفي لرحمة مولان ونقدم العزل لأسرته وإن شاء الله بإذن الله ليس لدينا أي حالات تانية موجودة